تصريحات مثيرة أطلقها رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عدل مراد اتهم فيها تركيا بالضغط على حزبه وعلى حركة التغيير لتغيير مواقفهم من ظال الأكراد في سوريا وتركيا وكذلك قيامها بحجز أموال بيع نفط الإقليم لستة أشهر وهذا ما نفته حكومة الإقليم التصريحات التي أدلى بها القياد في الاتحاد الوطني الكردستاني عدل مراد شخصية ولا تمت للحقيقة بشيء ونحن ثابتون في مواقفنا تجاه الأكراد في الخارج ولا نخضع لأي ضغوطات وأموال بيع النفطية بيد حكومة الإقليم الأحزاب الكردية الأخرى في الإقليم أيدت تصريحات مراد وأشارت إلى قيام تركيا بالاستلاء على أموال بيع النفط لستة أشهر وجعله وسيلة للضغط على الأحزاب الأخرى في الإقليم المؤيدة لنضال الكرد في الخارج لتغيير مواقفها هناك مصادرات النفط التي تمت مصادرتها من قبل الحكومات التركية لخضع الحكومة أقليم كردستان وبالأخص الاتحاد الوطني وحركة التغيير لمساومة مقابل مقابل دفع المبالغ الموجودة لدى الحكومات التركية لحكومة أقليم كردستان مقابلة بسحب القوات الكردية الموجودة في شنغال وفي مخمور وفي مناطق أخرى التي هم شاركونها ضد داعش في تحرير المناطق الأخبار الأخيرة الواردة من تركيا تشير بأن الترك أو الأتراك استولوا على الموارد من النفط في الإقليم كردستان وأن لهم شروط على القوى في الإقليم حتى يرضخوا للمطالب والمطامع التركية في المنطقة هذه للأسف هو من نتاجات الفساد وعدم الشفافية في القطاع النفطي في إقليم كردستان وهذا ما حولت النفط من النعمة إلى النقمة في الإقليم قياب الشفافية في الملف النفطي وفقدان ورداته سبب الرئيسي للوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه الإقليم والذي كان سببا في تدهور علاقته مع بغداد لقناة بلاد الفضائية رفا فالح السليمانية